اشتركوا في القناة وقصة حقنا خليتني قطع غيار لا ومش بس كده ده انتوا هتلاقي عندها قصص تانية كتير جميلة ومشوقة وكمان مفيدة يعني هتتفرجوا على القصة تستمتعوا بيها وكمان هتخرجوا منها بمعلومات ونصايح مهمة ده غير ان صاحبة القناة موهوبة بجد وصوتها وادقها روعة فوق الوصف وفعلا تستحق منكم الدعم والتشجيع لانها فعلا بتتعب جدا وعشان كمان تقدر تكمل وتمتعكم بصوتها وقصصها هسيب لكم لينك قناة حكاياتنا في فيديوهاتنا في صندوق الوصف واول تعليق مسبت بتمنى انكم تدخلوا تشتركوا في القناة واتفعلوا الجراز على الكل واتفرحوا بكم منت حلو زيكم ويلا بينا نبدأ حلقتنا يونيس بقدونس اه اقصد البقدونس موفد للجسم والشعر والبشرة والسحة كمان هو اللي انت رأيكم ايه دا كاترة دا حتى علاق طبيعي دكتورة هلا اتفضلي عادي عشان الاجتماعي يبدأ هي مرركة طافح يا هلا ربنا ينتقى منك يا أمنيا الكلب بقى هي دي المغامرة اللي بتقوني عليها دي مغامرة قتلى الله يخرب بيتك انا ايه علاقتي بس بالطب يا رب يا رب لانا كنت بخاف عدي بس من قدام كلية التب اه يا حسك السودة يا هلا هي مرارك الطافح يا هلا هي دكتورة دكتورة هلا ها نعم فيه ايه بيكلمونك يا دكتورة نعم معلش سرحت شوية اصلي بحاول الايام دي اشوف علاج لحالات خشونة المفاصل بالاعشاب دا ايه اللي انت بتقولي دا والله معرف دكتورة هلا احنا عاملين الاجتماع دا عشان نعرف مدى خبرتك في علاج الحالات الحرجة طب تتصدق وتؤمن بايه والله ان اخر حاجة عارفة عن الحالات الحرجة هي اني بتحرج بسرعة ايه اللي انت بتقولي دا يا دكتورة اتكلمي جد شوية طب انا مش عارفة اقول ايه دكتورة هلا احنا مش قاعدين هنا عشان نضيع وقت في هزار محتاج اني تكلم جد عشان الفريق يعرف مدى قدرتك الطبيعية عشان يقرروا تطلع البيع سامعهم لامريكا ولا لأ ها انت بتوجه لنا الكلام دا بصراحة بقى انا تعبانة جدا كان فيه ضغط شغل كبير عليا اعصابي بوزت وتعبانة هو ما نمتش بقال كتير طب تمام الاجتماع خلص لكده وان شاء الله بعد كم يوم نرجع تكوني بقتي افضل قال لي كده ويسابوني وخرجوا انا بوست الدنيا صح جدا المشكلة مش فيهم المشكلة الكبيرة في دكتور يونس هو ماله يعني هيعمل فيه ايه انت دكتورة مستهترة وما عندكش اي اعتبارات طول عمري بقول عليك انك ملكش في مجال الطب ودلوقت ازياد على كل ده انك مهملة بصي انا كلمتين هقولهم ليك انا صمعت المستشفى هنا مش هسمح لحد يبوزها حتى لو حصلت النطرودك ايه ده هو الراجل ده بعملني كده ليه يعني حضرتك ما تعرفيش يا دكتورة يو وانعرف منين يعني هي دكتورة معروفة ان دكتور يونس بعملك بالطريقة العصبية دي من يوم ما فسخت خطبتك معاه نعم ها انا ها انا فسخت خطبتي مع يونس بقدونس لا ما تقوليش كده انا فسخت خطبتي معاه ازاي بس انت بتسأل ازاي ده اللي انت عملت فيه خلاف ربع هدومه قدام باقي الدكترة والمرضى كمان هي حستك يا هلا بقى انا اتجند واعمل كده ما هو برضو اللي دكتور يونس عمله ما فيش واحدة ست مننا تستحمله ازاي خونك يعني خني يونس بقى دونس خني بص انا قلتلك قبل كده ان الاسماع عبير دي مش سهلة واكيد هي اغرته او وقعته في شبكها بس ان جتي للحق هو بيحبك وكان باين عليه زعله لما سبتيه حتى الغاية دلوقتي متأثر وزعلان لدرجة انه تغير مع الكل اما بقاش دكتور يونس بتاع زمان عشان كده تلاقيه صعب وقافش مع الكل معلش يا دكتورة اتكلمت كتير لما روح انا بقى اشوف شغلي اه ياني يما هانا هانا فاشكلت مع يونس وكمان خني وكمان دكتورة هلا يحرقك بجزاس ودي امنية الكلب اه ياني يا متمرمطة معاك يا هلا انت اي يا بنتي ما بتش بعيشها تايم ودعاوي علي هي سلال مش شايفة اللي انا فيها زفتانتي اه صح قد ان المفروض اقولك تحل ده ازاي قبل ما اخرم لايا تنزل من الساعة بجد والله لسه فاكرة لي يا شيخة ما بادري احنا ورانا حاجة ما تيجي اقولك تشيط الملخية بتتعمل ازاي يوه ما تزريش بقى وانت اللي بتعملي ده مش هزار اسمعيني يا هلا عشان الوقت ازح وانا ها ازح معاه اولا تخلي الفريق الطب ياخد الدكاترة من هنا حتى لو انت مش معاهم لان ده هيفرق كتير للمستشفى ثانيا بقى فيه عين خبيثة مزروعة في المكان ولازم تكشفيها عشان الميا ترجع لمجاريها فهمتي يا هلهون يلا سلام يا اتقوطة هي ايه ده هي البت ديكة يا بتقول ايه هي البت دي شكلها مصرصرق سنبالله وبعدها خرجت من القوضة لقيت يونس وقف مع دكتور تاني دكتور هلا ازايك الله يسلمك يا دكتور وسعتها بصت على الاسم ولقيت مكتوب زياد هي دكتور زياد انا همشانا يا زياد عندي حالة ضرورية بعد ما تخلصت علالي معلش مجروحه بيحاول يدوج راحه بالتكشير والضيق مش للدرجة برضو يا عم ده انا قطعت الخلف عم مالك يا دكتور هلا سامع انك النهاردة مش في الفورمة ودماغك مش متزبطة هابدا بس ضغط الشغل انت عارف دكتورة شطرة ومتفوقة ونجحة زيه طبيعي يجي لها فترة وتنهر وتتعم سبحان الله طريقتك بقت مختلفة خالص يعني المفروض تبقى في موت تاني خالص خصوصا انك بقى لك فترة مفاش كيلة مع دكتور يونس معلش بقى انا كده جراحي بتلم بسرعة يا عسل طب يلا بقى نشوف شغلنا ونبطل هزار شوية يلا تعليم عي عشان عندنا مريض لا لا بلا عليك نكمل هزار احسن يلا عشان مريض ده بيطلبك بالاسم استر يا اللي بتستر دكتورة هلا وحشتيني هي خلاصي عالصغير يا ناس الاستاذ امير ما بيحبش غير دكتورة هلا عشان كده بجيبك معايا واسطة عشان يرضى يخلينا اكشف عليه طب ينفع كده يا امير ينفع نغلب دكتور زياد وبعدين لازم نخفي بسرعة عشان عزمك على جاتو حلوة قوي الله جاتو جاتو سامع دكتور زياد اه طبعا سامع دكتور هلا هتدلعك لو سمعت الكلام وخفيت يلا بقى يا بطل نكشف عليك ونشوف وصلتي لايه هو فعلا كشف عليه وبعد كده خرجنا من القوضة ولاقيت دكتور زياد بيبصلي بصات غريبة هو في ايه بتبصلي كده ليه ما كانش ينفع تقوليه لجاتو انت عارفة ان امير مريد سكر ومايفعش تغريب حاجة زي دي مريد سكر اه ولولا ستر ربنا وامتبعتنا ليه كان ممكن يدخل في غيبوبة سكر هي ستر يا رب كل ده طب يا دكتور زياد فيه امل اه ان شاء الله المهم بس نعلمه ازاي يحفظ على نفسه ويبطل حب الجنوني دوت للحلويات ان شاء الله سيب لنا المهمة دي تمام اعتماد على ربنا سم عليك انما مشتكم على العجل ما تلغبطوش يا مستشفى ما بقاش هلا خلاص جالكم البطل يا شوية بينجو وسرينجات ده انا هلا اللي لفت عبر العصور مش هقدر امشكي يا حتة مستشفى اول حاجة هعملها لازم ااخد كرسي تمريد وفعلا خدت بعضي وروحت على المكتب وانا كل عزم وقراضة انا اللي ادرى على التحدي والمواجهة رحت فتحت اللاب واعدت ابحث وذاكر بس كده كله تمام عندنا معلومات عن السكر والضغط وازاي نقسمهم وعرفت علاج البرد والحمة والسخونية وكمان واجع البطن جايلكم يا شوية دكاترة اهو الحمد لله لا سحر ولا شعوزة ولا درست سبع سنين زيكم على فكرة باين عليك قوي باين علي باين علي ايه انك لسه بتحبها بلاش تكرر الكلام ده يا زياد عشان ما نتضيقش من بعض وازعلك مني وعلى ايه عم ولا تزع عني ولا زعلك انا كده كده ورديتي خلصت واي مروح يلا ارشفك بكرة على خير انا عارف اني مش قادر انساها وبقاوح بس حتى لو روح فيها لا يمكن ان ارجع عليها بعد ما اشكت فيه يا زينيلا طب عامل ايه دلوقتي الوقت اتأخر انا محتاج اروح ارتاح شوية ونام وانا ولا اعرف لي بيت ولا اعرف لي اي مكان الله يحرق الكلب اللي جابتني هنا بس لقيتها وعرفت مين اللي يروحني وعلى رأيي المثل لو كان لك حاجة عند الكلب اقول له يا سيدي لو سمحت يا سيدي نعم خير جاية مكتبي ليه انا بصراحة عربتي بايزة ومش معايا فلوس اروح فممكن تروحني انت لا انا مش فاضي وحيت امك روحني يا عام انا معرفش حد اروح له اقول له روحني غريبة ده كنت معتقد ان انا لو في ايدي علاجك مش اترضي تخدميني مش ده كان كلامك معلش انا بحب برجع في كلامي وبعدلها اتروحني ولا لا انا مش هفضل مظلولة لك كده كتير تمام انا هروحك بس مش عشانك ولا عشان انا بحب حد يتزللني بس عشان ده واجب انساني يا حنين وفعلا بعدها اخدني وركبني عربيته وطول الطريق كنت انا بصة من الشباك وهو مش بيتكلم ولا بينطق ومرة واحدة لقيته بصة على الدبلة اللي في ايدي ولقيته بيقول لي لابس الدبلة ليه دي دبلة خطوبتنا اول ما قلت كده لقيته وقف العربية فجأة هيستوعبت اللي انا قلته اه اقصد يعني انا نسيت اقلعها عادي يعني مش واخدى بالي ما ردش عليا ورجع يسوق تاني لحد ما وصلنا عند العمارة اللي انا سكنا فيها اتفضلي نزلي خلاص وصلنا متشكرين ليه الجميلة فرقبت يا بشمهندس يونس طبا رح شقتنا بقى ازاي يا دنيلة طيب البيت ويونس جابني ليه الشقة بقى اعرفها ازاي واول ما دخلت المدخل العمارة لقيت اتنين واقفين شبه بابا وماما بس لبسين لبسة غريب اه اه ضيخة عندي هبوط هبوطات في الدورة الدموية ست هلا يا دي الواكسة يا ولا مالك يا ست ست هلا انت فيقة اه فيقة طلعوني شقتي بس وانا هرتاح فيها شوية سعديها سعديها يا شلبية انتو حرم زي بعضيكم ايه هي ومالك مستعجل كده ليه يا راج احي شلبي وشلبية ده ايه الجيلة دي وفعلا سندوني وطلعوني لغاية باب شقتي تمام قوي كده هتبص بايا شلبنت وشلبية هروحوا شوفوا وراكم مشاور ايه عشان ما تتأخروش هالفة حمد الله على السلامة يا ستة الدكتورة هالله يسلمك دخلت الشقة ولقيتها كلها ابيض فابيض ده ايه القرف ده البيت دي كان زقها وحش كده ليه وايه اللون الابيض ده كله هي عشان دكتورة ولا ايه ياعا اه يا عظمك يا ارمط اهو ما كانت سترفيت كم يمدول اللي انا هقعد فيهم هنا بس لا انا لازم ولا بد اقعد اصلح لها شقتها ديه بل ما اختفي ولازم برضو تصلح لها علاقتها مع يونس بل ما تختفي ما تنسيش المهمة دي هبتانتي انا ما بطيقش اشوفك وبصراحة كده مش عايزك تظهريلي تاني بكرة تحتاجيني وساعتها اقولك بح وافتكري اني مش فاضلك غير ثلاثة ايام بس سلام يا اطقود سلام يا عفريتا اوف انا محتاج انام عشان عارف عامل ايه في المدة القصيرة دي وقتاني يوم صحت من نوم لبست من دولابها ولقيت فلوس محتوطة عالكوموزينو روحت واخدى منها واركبت تاكسي واصلني للمستشفى هيستعنى على الشقة بالله يا دكتورة هلا في حالة في انتظارك يا مرارك الطافح يا هلا هيستغنن هنا ليه مغلبان يا دكتورة وما بتاخدش العلاق بتاعها خالص لا هده انا كده ازعل منك خالص بالس مالس يا دنيلا طب انا هتصرف ازاي بس اروح فين ولا جنين النجدة يا رب النجدة ومرة واحدة كان دكتور زياد داخل علي دكتور هلا دكتور فوز عايزك ضروري يا مانت كريم يا رب اقصد تيبت علي يا دكتور زياد لو سمحت تابع انت الحالة دي لحد ما اروح واشوفي ايه الحمد لله يا رب ربنا نجد الطفلة دي من تحت ايدي في دلت ادور على المكاتب لحد ما لقيت اسم دكتور فوز مكتوب على الباب خبطت ودخلت حضرتك عوزني يا دكتور ايوة دكتور هلا دكتور عبير محتاجة ان هي تتكلم معاك والحد هنا بتكون خلصت حلقتنا هي ترى مين هي الدكتور عبير وهيكون ايه دورها معانا عايزين تعرفوا كل دو اكتر استنوني في الحلقات اللي جاية وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرز عشان يوصل لكم اشعار لكل قصة جديدة اشتركوا في القناة